الحقيقة تغييرات جديدة في مواعيد المباريات الخاصة بالنادي الأهلي وده بعد ما الكاف اتخذ قراره وده اللي أنا كنت بتكلم فيه يعني هده اللي احنا كنا بتكلم فيه في موضوع مرابطة الأندية اتحاد كرة أو اتحاد الافريقي لكرة القدم اتخذ قرار بتغيير موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري حيتم تقدمها يوم لتقام يوم الجمعة 8 ديسمبر الساعة 9 مساء بدلا ماتشكين حيبقى يوم السبت الناس عملة جدولها ومزبطة نفسها وكل حاجة على ان المباراة يوم السبت 9 ديسمبر لا اتحاد الافريقي بعت للنادي الأهلي وقال له المباراة هتبقى يوم 8 الساعة 9 بالليل وده معناه انه سيكون هناك تغيير اكيد في موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المقرر لي ان شاء الله يوم 6 ديسمبر على ما اتذكر والبيان الرسمي لرابطة الاندافة هذا الشأن قال اعلنت لجنة المسابقات عن تأجيل مباراة زد افسي مع الاهلي اللي كان مقرر ليها يوم 6 من شهر ديسمبر المقبل في الجولة التمنى من دوري نايل وذلك طبقا للائحة المسابقات موسم 20-23-20-24 وذلك بعد تحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعدا لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد في اطار مسابقة دوري ابطال افريقيا يوم 8 من شهر ديسمبر المقبل فيما سيتم تحديد الموعد الجديد لمواجهة زد افسي والاهلي فيما بعد خلال الفترة القادمة شباب بلوزداد كان كسب يانج افريكانز التنزاني في المباراة الاولى 3-0 وهي نفس النتيجة اللي فاز فيها النادي الاهلي على مديم